فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وروا البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال والأعراب تقول هي العشاء فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة نعم كره موافقتهم والتشبه بهم في الأسماء فكيف بغير ذلك نعم وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقة وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الاكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا نعم هل الكراهة متفق عليها بين العلماء لكن اختلفوا هل كراهة مطلقة أو الكراهة في الاكثار من ذلك وإذا قيل بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن في الجملة نحن منهيون عن التشبه بالأعراب فيما يطلقونه على الأسماء الشرعية ما له اسم شرعي يسمى باسمه الشرعي ولا يسمى بغيره والشارع سمى المغرب بالمغرب وسمى العشاء بالعشاء فلا نغير هذا الاسم ونوافق الأعراب وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهى عن موافقة الأعاجم نعم يعني في الجملة نحن لا ننظر للخلاف أيهما أصح لكن ننظر للمقصود بالنهي يكون المقصود بالنهي هو التشبه منع التشبه بهم في ذلك سواء كان هذا مطلقا أو كان الكثير منه فقط ترجمة نانسي قنقر